النهاردة كمان فيه خبر لفت انتبهنا وإحنا بنحضر الحلقة بيقول إن فيه دواء ممكن الناس تستخدمه علشان ترجع الزكريات فيه دراسة أمريكية طبية أكدت من ممكن نستعيز الزكريات المنسية هيه الدواء بيشتغل عن طريق تنشيط خلايا دماغية محددة وبينشط أجزاء من خلايا عصبية في المخ وإن الموضوع لسه في إطار التجربة طيب لو الدواء ده موجود يا مونة هتستعمليه؟ والله حسب يعني لو الإكسبرينس بعد إكسبرينس أو خبرات سابقة سيئة مش عايزة أفتكر حاجة والنسيان أنا بحس الساعة أنه نعمل يعني فيه ناس يقول لي ركزي يا مونة أقول لهم ده ربنا يعني عمل لي النسيات ده علشان تطلعي الطاقات السيئة أو إذا كان عندك حد بيديكي طاقة سيئة تنسيها غالص بصي في حاجات في حياتنا المخ متبرمج على أن هو يفضل فكرها اللي هي الأحداث الجميلة والذكريات الحلوة لكن من رحمة ربنا بينا زي ما أنتي قلتي أنه خلق ميكانيزم الدليت يعني زرار الدليت عملوا عشان كده تخيالي لو البني آدم استعاد كل الذكريات السيئة بتفاصيلها بإحساسها هو لو كانت الدراسة دي بتقول إن الدواء دها يعني خلينا أكثر تركيزا ما يجلناش مثلا الزهايمر بدري أو مركزين وكده ده حاجة حلو للتركيز بس مش كل حاجة عايزين نركز بس لو استعادنا الذكريات كلها مش هاجلنا على الزهايمر كده هنجنن فيه دراج كده يعني صحيحة عايزين نقفلها في حياتنا وجميل إن احنا نتغافر يمكن ما ننساش بني آدم يقولك أنا أنا يعني بعفولة أو بسامح لكن ما نستش لا يا ربي دينا نسيان في الحاجات الوحشة كمال في حياتنا ونسامح كل الناس ويبقى قلبنا جميل وقف طبعا يعني موقف صعبة فقد ناس غالين علينا أزمات اتعرضنا ليها كلام جارح ممكن يكون اتعرضنا ليه أشخاص سهيئين في حياتنا كان علاقتهم سامة علاقتنا بيهم سامة يعني حاجات كتير قوي تخيلوا لو كل ده خدنا الدواء فكل ده هاجم علينا مرة واحدة الذكريات بقى بتفاصيلها تخيلوا كده أنا عن نفسي مش هوافق أخد الدواء ده خالص وشوفوا أنتوا قولوا لنا أنتوا هتعملوا إيه لو الدواء ده موجود افتاح فشوحة بقى والناس كلها تتكلم اكتبوا لنا على الصفحة هتعملوا إيه لو هو موجود